شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العناية بالحديث ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن بحثين البحث الأول معطيات العناية بالحديث البحث الثاني كيفية العناية بالحديث أما البحث الأول فالعناية بالحديث يعني الأحاديث المروية عن الأنبياء وعن خاتم الأنبياء وعن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هذه العناية هذه العناية لها معطيات ولكن نكتفي ببيان معطيين من هذه المعطيات الأول صناعة النفس الإنسانية صناعة النفس عملية معقدة جدا تارة أنتم تتعاملون مع جماد مع حديد مع آجر هذا التعامل مع الجماد أو مع الآلات لا يمثل عملية معقدة لأن الجماد موجود طيّع الجماد لا يملك إرادة ولا يملك اختيارا ولا يمكن أن يقول لكم لا إذا أردتم أن يقول نعم هذا الحديد تاخذوا وتصنعونه كيف أحببتم الحديد لا يتمكن أن يقول لكم لا ولكن صناعة النفس الإنسانية هذه قضية معقدة جدا لأنه تتعامل مع كائن له إرادة وله اختيار وتتداخل مجموعة ضخمة من العوامل في توجيهه من الذي يصنع الإنسان هل الإنسان يصنع ذاته هناك قانون لا أريد التطرق لهذا القانون هذا القانون يطرح في العشياء وهو قانون القصور الذاتي الإنسان عادة لا يستطيع أن يصنع نفسه بنفسه وَالْحُكَمَاءِ يَقُولُونَ فَاقِدُوا الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ هَلْ يَصْنَعُ الْإِنسَان إِنسَانٌ مِثْلُحُ هذا أيضا لا يتحقق لأن الإنسان كما لا ينظر إلى من هو أدنى منه لا ينظر إلى من هو مساوين له فإذن لا يبقى إلا أن الذي يصنع الإنسان هو المثل وهو النموذج هذا هو الذي يقدر على صنع الإنسان قمة النماذج وقمة المثل هم الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في يوم من الأيام الأنبياء والأئمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان لهم حضور يعني حضور ظاهر وإلا الآن أيضا لهم حضور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح إمام حي حاضر وناظر ولكنه غير ظاهر لنا غائب عننا أو نحن غائبون عنه الأنبياء والنبي الأعظم وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حين كان لهم حضور والظهور كانوا يقومون بهذه العمل كان وجودهم وجود مؤثر وأي نوع من أنواع التأثير ذلك الرجل العثماني الإمام الحسين صلوات الله عليه يراح لعله لدقائق وإذا بهذا الرجل العثماني ينقله الآن أنتو عندما ترحون وتسلمون على الشهداء تسلمون على هذا الرجل وتقولون بأبي أنت وأمي هذا الرجل العثماني يصل إلى مقام الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول إني لا أعلم أصحاباً خيراً وفكره يؤطره التفكير في فتاة عندما يصبح يفكر في فتاة وإذا بأنفاس المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أنفاسه تقلب هذا الحطاب اللي يعيش في هذا الإطار الضيق تحوله إلى حواري من الحواري هذا شلون انقلاب ذلك الرجل يطلب من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يعظه الإمام يعظه على أثر هذه الموعظة وإذا بهذا الرجل يصعق صعقه كانت فيها نفسه في نهج البلاغة قضية همم فقال الإمام صلوات الله عليه كما في الرواية أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها كلمة واحدة من الإمام خطبة واحدة من الإمام هذا الوجود العيني نحن الآن حرمنا منه ومن بركاته الإمام المهدي موجود ولكنه غائب أنتم تتمكنون أن تذهبوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله تذهبون وتطرقوا باب النبي صلى الله عليه وآله وتقولون يا نبي الله عظني أما إحنا الآن من نتمكن أن نقوم بهذا العمل تجاه الإمام المهدي عجل الله فرج إلا أولياء الأوحديون الوجود العيني الحاضر الذي يمكن الوصول إليه للكل هذا مفقود ولكن شاهدنا في هذه الكلمة هناك مرتبة من مراتب هذا الوجود هذا الوجود المؤثر الذي يحول الحطاب إلى ولي والذي يحول العثماني إلى بأبي أنت وأمي مرتبة من مراتب هذا الوجود موجود متوفر وهذه المرتبة كلماتهم هذه الكلمات تمثل روحهم كلمة أهل البيت كلمة النبي صلى الله عليه وآله تمثل أرواحهم وتمثل نفوسهم وتمثل تفكيره ذاك التأثير الذي كان للوجود العيني للنبي وأهل بيته مقدار من موجود في وجوداتهم اللفظي وهذه الوجودات اللفظية قادرة على صناعة النفس البشرية إحنا إذا أردنا أن نصنع نفوسنا كلمات أهل البيت موجودة نهج البلاغ موجود الصحيفة السجادية موجود مفاتيح الجنان موجود الذي يحفظ القرآن والذي لا يحفظ القرآن ويأكو فرق فيما بينهم روحيتهم تختلف اللي يحفظ نهج البلاغة والذي لا يحفظ نهج البلاغة روحيتهم تختلف هذا يتحول هذا الشيء الذي تحفظونه من كلماتهم إلى جزء من كيانكم الذي يحفظ دعاء الصباح بمضامينه الرفيعة والذي لا يحفظ الذي يحفظ دعاء كميل والذي لا يحفظ نقل لأحد الإخوة أنه إمرأة في بلاد الغرب مثقفة متفوقة آمنت بمذهب أهل البيت كانت مسيحية فقالت في ضمن كلام إلها قال ألقت خطبة أبكت الذين كانوا المهمة فقال إحدى الأشياء اللي أسرت فيي كثيرا أدعية أهل البيت أدعية أهل البيت وقالت من الأدعية هذا عرضا نذكر من الأدعية التي أسرت فيي كثيرا دعاء الصباح قالت وهناك مقطع في دعاء الصباح أسرت فيي كثيرا يقول إحنا فكرنا أنه أي مقطع في دعاء الصباح أي كلمة أسرت فيها قالت هذه الكلمة في دعاء الصباح إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي هذا الإنسان الهارب إلى الله سبحانه وتعالى الهارب من فرط أهوائه الإنسان المفرط الإنسان العاصي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الروحية إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي حقيقة أنا أدعية أمير المؤمنين صلوات الله عليه تحمل روح أمير المؤمنين أحد العلماء يقرأ هذه الخطبة العم كان يقول أنه كفاه معجزة أظن أن هذا الدعاء أنه يفرغ عن معدن واحد وروحية واحد يقرأ هذا الدعاء الذي قاله الإمام صلوات الله عليه قبل استشهاده جدا دعاء مؤثر فالحقيقة فالحقيقة الارتباط بكلمات المعصومين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت ارتباط بأرواحه وهذا الارتباط وهذا الارتباط مؤثر جدا في صناعة الإنسان هذه واحدة من المعطيات العناية بالحديث الاهتمام بالحديث أولى معطياته أنه يؤثر تأثيرا كبيرا في صناعة الإنسان إذا هناك عالمان واحد مرتبط بهذه الأحاديث وواحد مو مرتبط مشغول بسيره هو يأكو فرق بينه إذا تاجران واحد مرتبط بمفاتيح الجنان واحد مو مرتبط هو يأكو فرق فيما بينه الثاني من هذه المعطيات الأول صناعة النفس الإنسانية الثاني من معطيات العناية بالأحاديث المروية تحصيل المعرفة الصحيحة هناك حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة هذه المعرفة الصحيحة أين نجدها؟ العلاقة بين الرجل والمرأة كيف يجب أن تكون؟ هذه العلاقة تحتاج إلى الضوابط أين نجدها؟ العلاقة فيما بين الأبوين والأولاد العلاقة فيما بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض حقيقة أكود دقائق العام حفظه الله السيد المشتبى كان يقول أحياناً واحد يعثر على حديث مفتاح لحل مشكلة مشكلة عظيمة يمكن واحد بعد أربعين عام يتوصل إلى ذلك المفتاح أو لا يتوصل وإذا بحديث في سطر واحد يعطيك هذا المفتاح يعطيك هذه المعرفة كيف تتعامل مع خادمك يعني حتى هذه الدقائق الآن قضية الخدم في كثير من البلاد لعله هنا لا تشكل مشكلة ولعلكم أكثركم مو في أجواء مشكلة الخدم إحدى المشكلات الكبرى وهناك قضايا عجيبة في هذا الباب غير معروفة كيف تتعامل مع الخادم كلمة واحدة حديث واحد الإمام يعطيك المفتاح الإمام صلوات الله عليه يقول في حديثه من أكرم خادمه أمن الخادم يتآمر ضدك وما أكثر القضايا التي سمعناها في بعض البلاد الأخرى حول هذه القضية يتآمر ضدك يحطم رب العائلة يحطم ربة العائلة شنو مفتاح حل هذه المشكلة هذا الحديث يتناول مفتاح واحد من تلك المفاتيح من أكرم خادمه أمن نحن ما نحتاج إلى هذه المعرفة حتى في القضايا التجارية أهل البيت صلوات الله عليهم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما اكتفوا فقط بذكر كليات وبيان المذهب الاقتصادي دقائق في علم الاقتصاد أكو هناك تفريق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد وهناك نظرية تقول أن أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بيّنوا المذهب الاقتصادي وما بيّنوا علم الاقتصاد هذه النظرية ما إله إطلاق بيّنوا علم الاقتصاد مع أنه ما كانت هذه وظيفتهم الأساسية ولو على ناحو الموجبة الجزئية دقائق في هذا الباب راجعوا الأحاديث شوفوا أي دقائق تبين في الأحاديث حتى هذه القضية الإمام صلى الله عليه هذا الشيء اليهود الآن دا يعملون بي المعروف عن اليهود هذه القاعدة ما يخلون أموالهم في مكان واحد في تجارة واحدة هذا في أحاديثنا موجود فالوسائل الظاهر موجود فرق أموالك مضمون الحديث فإن خسرت في تجارة أمنت في أخرى فرق أموالك في تجارات مختلفة حتى هذه النقطة موجودة في الحديث لا تبع العقار حتى هذه القضية موجودة العقار لا تحوله إلى نقد وإنما حول العقار إلى عقار هذه قاعدة مهمة من الناحية الاقتصادية لأن المال خطر بينما العقار لا يوجد فيها ذلك الخطر إحنا شفنا الذين باعوا بيوتهم وحولوها إلى نقد خسروا تلك الأموال حتى هذه الدقائق مذكورة في الأحاديث هل تقول أسرارك لزوجتك أو لا تقول لها ذلك هذا موجود في الأحاديث الناس يتورطون في هذه القضية هل تخفي عنها كل شيء أو تظهر لها كل شيء هذا موجود في الحديث فالعناية بأحاديث أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الاقتراب إلى هذه الأحاديث يضع في أيديكم المعرفة الصحيح هناك النقطة أخطر مما ذكرناه في هذه النقطة الثانية وهي المعرفة الصحيحة في المسائل الكلية الآن في العلاقات العائلية واحد يكون ناجح أو فاشل هذا يمثل فرع من فروع الحياة يضع أمواله في حقل واحد أو في حقول متعدد هذا يمثل جزئيا من جزئيات الحياة والمعرفة ولكن المعرفة الكلية المعرفة بالمسائل الأساسية هذه المعرفة من أين نحصل على هذه المعرفة مصدر هذه المعرفة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الذين لم يجعلوا أحاديث أهل البيت والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله مصدر المعرفة تخبطوا الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في فرائده له عبارة لاحظوا هذه العبارة يقول فيها وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد هذا ليس خطر يهدد الذين يعيشون في بلاد الشرق والغرب لا هذا الخطر يهددنا إحنا أن نحاول أن نكتسب المعرفة الكلية من أفراد مغلين في القصور والنقص إذا لم نقل إنهم مغلون في الجهل والإنحراف الإنسان يروح ياخذ المعرفة الإلهية ويصل إلى هذه النتيجة يترك أهل البيت صلوات الله عليه وينتهي إلى هذه النتيجة يقول عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه أي مضلالة حقيقة عد واحد يروح ياخذ معرفة من هذا صار بحث بين أحد العلماء وبين ثرد يروح لهذا الرجل الذي يعتقد بالإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والشيوعية والوجودية والوجودية والي يقول أكو الله واحد والي يقول أثنين الله والي يقول ماكو الله وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه هذه النتيجة صار هناك بحث بين أحد العلماء وواحد من الذين يروج لهذا الفرد اللي يعتقد جميع ما اعتقدوه قال عيب عليك تترك خط أهل البيت مذهب أهل البيت تتسب قريب هذه الألفة وتروح على باب فلان وفلان البحث ما انتهى إلى نتيجة هذا العالم قال لذاكك خل ندعو دعاء قالت فضل قال اللهم احشرني مع علي ابن أبي طالب صلوات الله وحشر هذا الرجل اللي يعتقد بهذا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه معه وحشر هذا الرجل مع ذاك ذاك الرجل قال اله آمين هذا ما يعيش في بلاد الشرق والغرب لا يعيش في بلادنا واحد يصل إلى نتيجة يقول اگر مؤمن بدانستي كبوت چيس يقين کردي كدين دربت پرستيس يعني ايها المؤمن انت لا تفهم انت ما تعلم ما هو عبادة الصنا لو كنت تعلم لعلمت أن الدين هو عبادة الصنا الشيخ الكوليني رحمة الله تعالى عليه يقول في الكافي يذكر خطبة لطيفة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في التوحيد ثم يقول وهذه الخطبة من مشهورات خطبه وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها ما دام نهج البلاغ موجود ليش واحد يروح على باب فلان وفلان حتى ينتهو به إلى أن العالم قديم على قول الشيخ الأعظم خلافا لإجماع أهل الشرائع في أول الفرائع وينتهي إلى أن الله تعالى لم يخلق إلا العقل الأول لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد والعقل الأول خلق العقل الثاني والفلك الأول والعقل الثاني خلق العقل الثالث والفلك الثاني إلى أن وصل للعقل العاشر وإحنا مخلوقات العقل العاشر لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد يقول الشيخ الكوليني فلو اجتمع فلو اجتمع السنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي يعني غير الأنبياء على أن يبين التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي ما قدروا عليه إذا كل الخلائق يريدون يبينون التوحيد بمثل بيان أمير المؤمنين لا يتمكنون من ذلك ولولا إبانته ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد واحد يترك هذا المنبع العذب ويذهب إلى الماء الأجاج إن كان ماء أجاجا ولم يكن شيئا آخر والبحث في هذا الميدان طويل نكله إلى وقت آخر إن شاء الله ننتقل إلى البحث الثاني باختصار البحث الثاني كيفية العناية بالحديث في هذا المجال نذكر نقطة ضمن نقاط كثيرة النقطة الأولى أن نجعل الحديث جزءا أساسيا في حياتنا السيد الوالد رحمه الله كان يقول أنه نحن ضمن حياتنا الكفاية كل طالب علم يرى أن واجبه أن يقرأ الكفاية إذا يريد أن يتابع الطريق جزء حياتنا المكاسب للشيخ الأعظم جزء حيات الكليات والجامعات الاقتصاد والحقوق وكذا وكذا نهج البلاغ أقل من ذلك يعني نهج البلاغ أقل من الكفاية الوالد كان يقول كم ساعة نصرف على الكفاية لحل ضمائر الكفاية ومطالب نهج البلاغ هذه القيمة مائلة يحفظون هذا الكلام مني ما تنحاشية ملعبد الله يعني نهج البلاغ ما إلى قيمة ما تنحاشية ملعبد الله هذا العمل يدل على ذلك ألفية بن مالك كثير مننا نحن الطلبة نحفظها الصحيفة السجادية ما إلى قيمة ألفية بن مالك الخطبة الفدكية للصديقة الكبرى صلوات الله عليها اللي كانوا يحفظون أولادهم جيلاً بعد جيل ما إلى هذه القيمة فالوالد رحمه الله كان يقول إحنا يجب أن نجعل نهج البلاغ جزءاً من مناهجنا في حوزاتنا العلمية وفي جامعاتنا الأقاديمية كان أكو عالم في مشهد له قضية لطيفة يقولون كل يوم قبل ما يطلع من البيت كان يأخذ كتاب من كتب الأحاديث ويطالع مقدار ثم يطلع كانوا يقول للي إش تعمل هذا العمل كان يقول نحن العبيد وهم موالينا يعني النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمع العبد كل يوم أول الصبح يجي يم مولاه يقول أيها المولا اليوم شنو تريد مني أنا أول الصبح أروح أطرق باب أهل البيت أقول أنتو ماذا تريدون مني هذا التوجه وهذا الالتفاط أكو أكو بعضنا لعله بعض البعيدين لعله شهر يمضي علي ولا يقرأ القرآن مثل ذاك الرجل اللي الوالد رحمه الله كان يقول قضيته أنه سلب منه توفيق قراءة القرآن في قضية رجل معين اللي بادل القرآن بديوان يزيد ابن معاوية في قضيته شهر من يقرأ قرآن وأول الفجر واحد بعد أذان الصبح وبعد صلاة الصبح صفحة واحدة يقرأ من القرآن حتى يشوف الله شنو يريد منه الله ماذا يقول له بماذا يخاطبه أن نجعل الحديث جزءا أساسيا في حياتنا واحد يطالع الحديث يحفظ الحديث يتباحث الحديث يحاول أن يتعرف على معاني الحديث يحاول أن يفهم الحديث كثير من الأحاديث مو مفهومة أحاديث السماوات والأراضين وما أشبه ذلك في السماء والعالم من البحار كثير منها مو مفهومة نحاول أن نفهمها نحاول أن نحفظ نهج البلاغة بمقدار الإمكان هذا الشيء الأول الشيء الثاني نحاول أن نربط المجتمع بالحديث يروج الحديث في المجتمع خطيب فوق المنبر يقرأ أحاديث شايفين بعض المنبريين القدماء يقرون أحاديث فوق المنبر قد مؤثر الأحاديث فوق المنبر بخلاف أنه واحد ينقل كلمات عادي علماء كانوا يكتبون الأربعون أربعين حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا أو من حفظ من شيعتنا أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما ولم يعذبه كانوا يكتبون أربعين حديث أنا شفت حتى بعض الشباب العاديين مجامعيين ولا رجال يكتبون أربعين حديث ويطبعون أشكت كتاب مفيد أربعين حديث مع توضيح مختصر بعض أصدقائنا الشباب فعلوا ذلك وكتب مفيد واحد مدير لدورة يحفظ الطلاب روايات أهل البيت الكلمات القصار لأمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا ويجعل جائزة لذلك ربط الحديث بالمجتمع وربط المجتمع بالحديث الآن أكو مهمة ثالثة نتركها لوقت آخر وهي عرض الحديث على العالم هذا إن شاء الله نتركه لبحث آخر وكم هو مؤثر نختم كلامنا بأن الشيخ الكليني رحمة الله عليه بذل عشرين عام من عمره في خدمة الحديث هذا كتاب الكافي الكليني كما يذكره النجاشي راجعوا رجال النجاشي في محمد ابن يعقوب الكليني يذكر أن الكليني ألف الكافي في عشرين عاما والله تعالى جعل فيه هذه البركة وهذا الخير الحر العاملي ألف كتاب وسائل الشيعة كاتبين في أحوال أنه ألف هذا الكتاب في عشرين عاما خدمة الحديث العلامة المجلسي رحمة الله عليه خدمة الحديث أيما خدمة بعض العلماء يقولون إن العلامة المجلسي معجزة دهره بل معجزة الدهور مو المعجزة بمعنى اللي يذكر في أصول الدين ويقولون لولا العناية الإلهية ولولا أدعية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه نعتقد أنه ما كان يمكنه أن يعمل هذا العمل هذا مو عمل فرد واحد البحار عمل عظيم جدا العلامة المجلسي رحمة الله عليه خدم الحديث هذه الخدمة الكبيرة صاحب العبقات عبقات الأنوار السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه كان ينقل هذه القضية عن ابن صاحب العبقات كان يقول أنه أبوي هذا في أخريات أيام حياته تمرض وبعد ما كان يتمكن يقعد فكان كل نايم مع مرضه وشدة مرضه ما ترك المطالع كان في حالة النوم يخلي الكتاب على صدره ويطال يقول بعد أن مات صاحب العبقات كتاب عظيم بعد أن مات ووضعوه على المغتسل وجردوا ثيابه رأوا آثار جراحات في صدره هذا مكان الكتب اللي كان يخليها على صدره ويطالع كتب القديمة الكبيرة قاعدت يقول عندما الحاضرين رأوا هذه الجراحات على صدره أخذتهم حالة من البكاء هذا الرجل الكبير حتى في مرضه هكذا يحاول أن ينشر الحديد أكو قضية عجيبة يمكن بعض ما يتقبلون هاي القضية أنا كلامي مو في الفعل كلامي في الفاعل يعني يمكن واحد يقوم بعمل أنتو مو رأيكم هذا العمل ولكن هذا يدل على روحية هذا العامل صاحب العبقات هاي القضية مين قلها السيد المرعش رأيتها في مكان آخر يقول أنه كان له ولد شاب فتوفي طبعا وفاة الولد الشاب هذا يهد كيان الأب أنا شايف أجاركم الله بعض الآباء اللي فقدوا أولادهم الشباب شايف حالته أجوا وقلوا لي أنه هذا ابنك الآن وقت تكفينه وتغسيله وتشيعه قال أنتم اذهبوا وتكفلوا ذلك أنا هنا مشغول بالدفاع عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنا في نظري أثبت حقانية أمير المؤمنين صلوات الله عليه أهم عندي من أن أشترك في تشييع جنازة ولدي شوفوا هذه الروحية الآن يمكن واحد يقول خوب بس كان كم دقيقة يشترك بهذا المقدار ما كان يريد يفوق مثلا كان رأي أن الدفاع عن أمير المؤمنين واجب عيني علي وأن هذا العمل مستحب والمستحب لا يعارض الواجب شوفوا هذه الروحيات حقيقة هؤلاء عملوا هذه الأعمال الضخمة وهناك نمط آخر طبعا تجدونه في كتاب التكامل هذا النمط آخر المؤلف التكامل حاول كما كان منهجه في الجامعة أن يربط المجتمع بأهل البيت وبأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عبر تطبيق العلم الحديث على أحاديثه هذا المنهج ملاحظ في التكامل نحن أيضا يجب أن نفكر في أن يكون لنا دور في هذا المضمار نختم حديثنا بحديثين في هذا الباب والأحاديث في هذا الباب كثيرة من جملة هذا الأحاديث الحديث المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه حديث في حلال وحرام عابد يقوم بهذه العبادة ستين عام وعالم يتعلم حديثين ينتفع بهما أو يعلمهما غيره فينتفع بهما هذا أفضل من ذاك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم وقام بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً شكراً درست ترجمة نانسي قنقر اليوكو